السلام عليكم كديري لبس عليكم مرحبا بكم في قناة شوات ومدعاء اليوم ان شاء الله كيف العادة سوف نحضر معكم احد طلب يدي الميني بيزا او بيزا الصغار كما كتشوفوا معي انا طيبتهم معي نص طيبة يرشم معتهم وعلاش الله ان شاء الله حتى انتم ما متوجدون هكا الشهر رمضان كما كتشوفوا معي كيف ما كتشوفوا معي المقادر بسم الله على بركة الله عندي جوج انا عندي كمية كثيرة عندي جوج كيلو ديال الفورس كيلو ديال القمح فينو واحد جوج مع الكبار ديال السانيدة اللي بغي يستعمل السانيدة يديرها اللي ما بغاش يتفادا الزعتر كما كان تشوفوا الزعتر خاص تكون واحد كيمية مهمة لان الزعتر هو اللي كيعطاه النسماء والماضاق درته واحد جوج مع الكبار و جوج كيسان ديال الحليب يعني كيسان ديال العنبة و جوج كيسان بنفس الكاس درته جوج كيسان ديال زيت العود والملح حسب الضوق كما كان قوليكم الخميرة عندي هنا جوج مع الكبار ديال الخميرة حتى الثلاثات قريبا عندي حسب الجو إليك الجو بارد أنا عندي الخميرة حوبة يباس يمكن لكم هنا يتستعملوتها آزير اللي كي يبغين نسمى ديال الثلاثير هو إكلي الجبل كيما كنتشوفوا معاي هنا كندخل الزيت العود كان بسبسها كيما كان قولو كن بسبس تقيق بالزيت العود مالين بسبسوا مزيان عادي يمكن لنا نضيف الحليب والماء اللي بغاية ما يستعملش حليب لما يستعملو اكتافوا وعير بالماء وهذا البيزارة والميني بيزارة تيجوا رائعين كليكم تديروا متاب ببيزات كبار عيت بعير الطريقة و قديت تنجح معاكم إن شاء الله أنا هنا يدرت واحد الكيمية كتيرة كما قدت لكم قبل في المقادر درت جوج كيلو ديال فورس و كيلو ديال فينو وبالنسبة لكم اللي بغاي يدير نصف ديال المقادر والاقل يدير عير كيلو مثلا ديرو كيلو فورس و نس كيلو فينو أنا مثلا دير جوج كيلو فورس و كيلو فينو يدير عير أنتو ما كيلو فورس و نس كيلو فينو أو تديرو نس كيلو فورس و رابع ديال فينو الفينو هو دقيق القمح الإنسان يدير على قدر الخدمة اللي غادي يخدم أنا بغيت كونت تي كثيرة يعني هذي كشعلش ضعفة المقادر كيما كتجو تشوفوا معايا الحجينة ما خساش تكون مرخوفة بزاف كنبقوا نضيفو الماء تدريجيا بشوية بشوية و الماء الدقيق على حسب اسميتو كيندقيق اللي كيشرب كينلي ما تيشربش كنضيفو الماء هذي ضروري الإنسان كيضيف الماء بشوية 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 يجرشلو العجين هذي نجمع العجين ديالي كيما كتشوفو معايا و ضروري ضروري ندلقوا شوية ضروري ندلقوا شوية و نخليوها سميتو ترتاح يعني سخمر شوية هكي ما كتشوفو العجينة رطبة هنغند لكي شوية و عادة إن شاء الله غدين نخليات تخمر شي ربوع ساعة على حسب كيما قلت لكم الجو الجو إلا كان سخون أرى ايه ربوع ساعة و لقسم عشرة دقائق أرى كانت تكون جاهزة كان الجو بارد رك نعطوها الوقت اللي تخمر هنغند لني أرى بذات العجينة أكت يعني كيما كيقولو كا الطوع يعني را رطبة صافيا غادي عندهنة بشوية زيت العود بالنسبة للعجينة ديالي هنغند لكم دخلت فيها الدقيق القمح او الفينو أركيجوا بيزا زوينين من اللي يقدرو فيها الفينو او بدقيق القمح لان الي يدرتوا عيد الدقيق بحدو ما ما سأجوش زوينين هكي اللي كيدرها بدقيق بحدو هنا كيف ما كتشوفوا معاي من بعد ما دهنتها بالزيت العود غدين غطيها بأز بلاستيك غدائي وغنخليها سمي ستخمر ان شاء الله هو قدير رجع معاكم هنا كيفما كتشوفوا معايا خمرات العجينة كلما خليتوها تخمر كتنجح معاكم كيفما كتشوفوها يدير فقاعات هنا دليل على العجين ناجح قديرنا نجمع العجين ومنخرش منها لهو بزاف قديرنا ندير على الطابلة على سطح العمل إنسان ملي كتكون نجمع الكويرات نديرهم في البلاستيك غدائي ضروري تغطيوهم باش ما تنشفش لكم العجينة إلا كانت عندكم كمية بحالي آنية تديروها في تلاجة ونتوما تخدمو كتشوفوها بلوحدة حتى تكملوها كاملة إنشاء الله باش إلا كان الجو سخون ما تخمرش لكم هنا عندي دوكل المراشيم السيركل يعني الحجم اللي بغيته بغيته الصغير بغيته الكبير ويكون واحد للمدلك وتكون جرارة باش نتقبل البيتزا هات جرارة كتسهل أحسن من الفورشات كتسهل علينا الخدمة يعني التعمل ديالهم مناسب كينين في السوق الحمدول الله كل شي دا بتطور كل شي تتقدم بالنسبة للعجينة سميتو كان نديرو شوية كرشو سطح العمل بشوية دقيق وكان نورقوها بالمدلك حاولو ما تتورقاش بزاو في نفس الوقت ما تخليوش العجين غليده لأن علاش إلا خليناها غليده غتجينا بحل البطبول أو تنقولو الشيار هنيا هاد اللحظة هادي تقابت العجينة ديالي ضروري تقابوها مزيان باش ما تنفخش ليكم في الفران هنغن قطعها بدك السيركل كيما قلت لكم يمكن لكم تديروه حجم صغير أو حجم كبير على حساب كلها واحد والأدواق كتختلف بالنسبة للعجينة من التلقوها إلا كابنت لكم العجينة كتترجع عارفوه بقى يعني خسكم تتلقوها شوية بالمدلوك ولا تسنو على شوية لأنه إلا رجعت العجينة كيتتقلص الحجم ديال السيركل اللي باش قطعته كيف ما كتعرفوا دائما الحمد لله كنبغن أعطيكم أسرار ديال المهنة لأنه وخاقا نشوفو إحنا يا هاد بيتزا تركيبان وناس ساهلين ولكن إنسان خاص يعرف الأسرار ديال الخدمة وديال بالنسبة كيما قلت لكم العجينة من اللي كتلقوها وبنت لكم كترجع سنو على شوية عاد بدو تقطعوه عاد عاود سرحوها تاني بالمدلوك وبدو تقطعوه كيما كتشوفوا معايا السمك ديال العجينة ما كيكونش غلايب تيكون يعني رقيق شوية لأن الأغلال الطوغة تجيكم بحل الخبز أو بتباوت الصغير كيف ما قلت لكم اللي فيها الدومين ديال الحلوة يا أي حاجة الإنسان اللي كعرف شي سر ولا شي حاجة يوريها المبتدئات احنا كنا كنا مبتدئات وحتى احنا الحمدلله تعلمنا ومازال كنتعلموا جميع الأسراء الإنسان يقولها والله يجعلها في ميزة الحسنات الجامع يا ربي هناك كيما كتشوفوا معايا الكويرات اللي كنتخليت كان بقى نعاود نطلقهم نفس الشي يعني اللي درت الكويرة اللولى كان بقى نمشي على هالطريقة حتى كان نكمل العجينة ديالي وفي نفس الوقت هي كل ما العجينة بقات ديالبيتزا كتزيد كتن يعني كت زيان يعني كت كل ما كتزيد تخمر كل ما كت تكون عندك بيتزا زوينة يعني مش يتقولوا غتخمري العجينة غتخسروا كل ما كتتعاود تاني كتجمع العجينة هو من كتروش دقيق علش باش من نجو نجمع العجينة ما تكونش لنا في هالدقيق بزاف وكانت من الفكرة تكون واضحة يا ربي ونكون ما بخلتش عليكم بحتى شي معلومة كيما كتت تسولوني كنجوبكم ان شاء الله هنكون عند حسن نظر لكم يا ربي ونتعاونوا جميع الله يوفق الجاميع كيما قلت لكم أنا لقيت العجينة أنا كنا نورقها بالمدلك وكترجع نفس المعلومة اللي عطيتكم في اللول خليتها هي هاديك الكويرة اللي اطلقت خليتها وعاود اطلقت واحدة اخرى حسن عاود رجع هاديك اللولة لان من اللي كنا نورقها بالمدلك كتعاود تترجع لنا العجينة من اللي كترجع كتجي وتباوت قطعها كيما قلت لكم في اللول كتباوت قطعها بالسيركل كتبدا ترجع يعني كيتقلص للحجم ديالها من اللي غا نورق هادي الكويرة غا رجع اللولة اللي درس معاكم كمرا كتشوفوات اي احدا احدا فوق طابلة ارجع ليا كيما كتشوفو معايا غا نعاود درش كرش كيما كتشوفو اي بشوية ديال دقيق ما كان كترش دقيق كنعاود داسمي تنورقها بالمدلك ومتن كنورقوهاش بزيف مهمان يباليكم السمك ديالها كيما كتشوفو معايا ما تخافوش من العجين ديالبيتزا كتساعدكم فيما سرحتوها كتتمشي معاكم هنا غا نبقى غادي على ها الطريقة كيما كتشوفو معايا يعني كنبقى ونقلبوها كعلا الطريقة باش ما تلصقش لنا العجينة في الطابلة او على سطح العمل اللي كنخدموه فيه لانا اللي بقيتوا ها كتورقوه ما كتقلبو العجين لوالو شوفو كيفاش السمك دياله كيكون ما تيكونش غلايب كيما قلت ليكم اللي بقيتوا عير كتورقوه وما كتدروش دقيق رغملي كتجي تبغيوا تشوخي ذو الاو البيتزا كتلقووها لسم قاتل سقاتل عليكم على طابلة او المكن اللي كتشتغلو فيه يعني ما كتش ليكم باش تدار في اللاطا و هذي زوينة هادا جرارة كما قلت لكم زوينة كتساعدة يحسن من الفورشيت و ما كتتنفخش البيتزا بزاف في الفران وحتى الفران نهضر لكم شوية على الفران فران سخنوه مزيان عددخلو لي البيتزا و البيتزا عير سميتو كتشمع يعني ما كتطيبش بزاف كتطيبان سطيبة حيث مازال غنعود نديرولها الحشوة و غنطيبوها و مرحبا بكم في القناة ديالي و مرحبا بالتعليق ديالكم زوينين و الاراء ديالكم مرحبا بأي سؤال كما كان جوابكم انقى دائما وفية لكم مرحبا و الف مرحبا بالمتتبعين ديالي القدام و مرحبا بالجداد اللي انتمو عندي القناة قناتي و قناتكم وكنت من التوفيق ليو والجامع و هادشي اللي بغن نقول لكم كنت من الدعم منكم انتوما باش نزيد ان شاء الله القدام و نعطيك تر و ننفيدكم و نسافد و احنا دائما نقوم نفيدوا بعضياتنا و بالتوفيق الجامع يا رب و شكرا لكم كاملين